السلام عليكم اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله لكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام حديثنا عن الحسين عليه السلام في آيتي كافى يا عين صاد من سورة مريم يقول عز وجل باسمنا الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يطلب ولد ابن له فقد ورد في كتاب الاحتجاج سأل سعد بن عبد الله القائم عليه السلام عن تأويلي كافى يا عين صاد فقال عليه السلام هذا الحروف هذه أو هذه الحروف من أنباء الغيب اطلع عليها عبده ثم قضى على محمد صلى الله عليه وآله وذلك أن زكريا عليه السلام سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط الله عليه جبرائيل فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمد صلى الله عليه وآله وعليا وفاطمة والحسن عليه السلام انكشف عنه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين عليه السلام خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة يغني أو يخرج منه الزفير وتتتابع النفس فقال عليه السلام ذات يوم إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعة منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين عليه السلام تدمع عيني وتثور زفرتي فأنبأه الله تعالى عن قصته فقال كاف هاء يا عين صاد فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العثرة والياء يزيد وهو ظالم الحسين عليه السلام والعين عطشه والصاد صبره فلما سمع ذلك زكريا عليه السلام لم يفارق نسجده ثلاثة أيام ومنع فيهن الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه ويقول إلهي أتفجع خير خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس علي وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتجل كربة هذه المصيبة بساحتها ثم كان يقول إلهي أرزقني ولدا تقر به عيني على الكبر فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا صلى الله عليه وآله حبيبك بولده فرزقه الله يحيى عليه السلام وفجعه به لأنه قتل وكان حمل يحيى عليه السلام ستة أشهر وحمل الحسين عليه السلام كذلك فهذه المصيبة مشابهة لمصيبة الحسين لكن مصيبة الحسين هي الأعظم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة